الصداع العين في الفيديو اللي فات تكلمنا عن أهم ثلاث أسباب أو أهم ثلاث عناصر بنفحصهم لما يكون عند الإنسان صداع في العين النهاردة هنتكلم عن أهم ثلاث أسباب للصداع حوالين العين ودي تفرق أهم ثلاث أسباب للصداع جوة العين وأهم ثلاث أسباب للصداع حوالين العين السبب رقم واحد للصداع حوالين العين هو الجيوب الأنفية ربنا خلق لنا حاجة اسمها الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية ديت موجودة في السقل أو موجودة في الجنجمة عشان تخفف من وزنها وعشان كمان الصوت بتاعنا يطلع صوت رنان وسليم الجيوب الأنفية دي فيها أغشية مخاطية لو التهبت يحصل فيها صداع الصداع فيها بيسمع حوالين العين وبالتالي المريض يتصور أن الصداع جاي من العين لكن في الحقيقة الصداع جاي حوالين العين تاني سبب من أسباب الصداع حوالين العين أو الصداع في الراس حوالين العين هو الأنميا في الحقيقة إحنا عندنا مشكلة مع الأنميا الأنميا مش مجرد بتعمل صداع بس لأنميا تعمل حاجات جديرة جداً في الجسم وفي العين من ضعف النظر أو زغلالة أو صداع أو عدم تركيز أو شعر بيقع أو زيادة في معدل ضربات القلب أو نهجان وفي الحقيقة كل الحاجات دي سببها الأنيميا لذلك الأنيميا مهم جدا أن نبحث عنها كسبب من أسباب المشاكل العامة في جسم الإنسان عموما وفي العين خصوصا وفي الصداع حوالين العين ثالث حاجة ارتفاع ضغط الدم في الحقيقة ارتفاع ضغط الدم من الحاجات المؤثرة على الجسم عموما لكن ارتفاع ضغط الدم بيأثر على العين كمان وبيأثر على المخ وبيعمل ارتشاح في الشبكية بسبب الضغط لذلك مهم جدا أن احنا نطمن ونتحس ضغط الدم بتاعنا عشان نتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل بعد كده لقدر الله من ارتفاع ضغط الدم ونعالج أسباب ودول كانوا أهم ثلاث أسباب للصداع حوالين العين يارب نكون أفدناكم وتنسوش تعملوا معنا لايك وسبسكرايب وشير وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد ومفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته